يا زينب جينا نوع السيكي يا زينب بالغريب أخيكي يا زينب مظلومون حسينب وويلا 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 ولدت السيدة زينب في السنة الخامسة للهجرة في المدينة المنورة ومن بعد خمس سنوات تقريبا فقدت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تمتاز بالكثير من الخصائص الراقية والمميزة وكما يقول الإمام السجاد عليه السلام عنها وعن علمها وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة والسيدة زينب عالمة ومحدثة وقد روت عن أمها الزهراء وعن أسماء بنت عميس واقترنت السيدة زينب بابن عمها عبد الله بن جعفر وخلفت وراءها خمسة أولادهم علي عون عباس محمد وأم كلثوم وقد رافقت السيدة زينب أخاها الإمام الحسين عليه السلام منذ انطلاقة حركته من المدينة والتحق بهم ولدها عون في منزل وادي العقيق ومن ثم استشهد في كربلاء وبعد الملحمة العاشرائية واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام تولت السيدة زينب قيادة القافلة وفي الواقع فإنه قد عهد إليها قيادة القافلة بالنيابة من قبل أخيها الإمام أبي عبد الله والإمام السجاد عليهما السلام وأدت السيدة زينب بشكل رائع خطاب العزة والانتصار للنهضة الحسينية خلال فترة الأسر إذ إنها عندما أحضرت إلى مجلس ابن زياد في الكوفة جلست في ناحية من القصر وغضب ابن مرجانة لعدم الاكتراث به فقال من هذه التي حازت ناحية ومعها نساؤها وعندما أجيب على سؤاله بأن هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل ابن زياد نحوها منتشيا مغرورا قائلا لها الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم فقالت زينب عليه السلام في ردها على جرأة ابن زياد وتصلفه الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله وأما كلامها في الشام وفي مجلس يزيد فقد كان بليغا وثوريا فقد وقفت أمامه تخاطبه قائلة فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك وما حزست إلا لحمك ولتريدن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته ولقد كان لوقع كلامها أن حول مجلس فرح القوم إلى النوح والبكاء وكان هذا أول مجلس عزاء أقيم على الإمام الحسين عليه السلام لثلاثة أيام متوالية في قلب مركز خلافة مصصيد دماء الأمويين وفي قلب مدينة دمشق واستمرت مجالس العزاء والحزن طيلة مدة إقامة أهل البيت عليهم السلام في الشام وعندما رجع ركب السبايا إلى المدينة المنورة واصلت السيدة زينب الكبرى دورها تحدث الناس وتستنهدهم طلب الثأري بدم الإمام الحسين عليه السلام إلى أن رأى الجهاز الحاكم ضررا على أهدافه بوجودها في المدينة فقام بإبعادها عنها وتوفيت عليها السلام في النصف من شهر رجب سنة 62 أو 63 للهجرة زينب بنت علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقار minh ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر